لبس نبقى دائماً في ذاتي السياق مشاهدين الكرام ونفتح حيزاً للنقاش في ملفنا للنقاش الثاني المقرأة الإلكترونية وبنك الفتاوى تطبيقان لتعلم ديننا الحنيف عبر بواقع التواصل الاجتماعي في زمن الجائحة تطبيقات ترفع من الثقافة الدينية بعد غلق المساجد ورقمنت وزارة شؤون الدينية والوقاف حتمية لمواكبة مختلف التطورات كل هذا وأكثر مع ضيف الأستاذ محند عزوك مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني بوزارة شؤون الدينية ولوقافنا بك سيد الكريم وشكراً لقبولك الدعوة شكراً لكم أنتم على هذه الدعوة الكريمة في البداية قبل أن نغوص في محاور النقاش أريد أن نتحدث قليلاً فيما يخص البيانة الأخيرة لصادر عن لجنة الفتوى الخاص بعيد الفطر وأيضاً الختان فيما يخص عيد الفطر ركزت لجنة الفتوى على الحفاظ دائماً على التدابير الوقائية اللازمة لحد من تشارج جائحة كورونا وركست عليها بصورة كبيرة جداً نعم بسم الله الرحيم وبيناستعي الحمد لله البعالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين بالنسبة للبيان ضروري أن يأتي هذا البيان في هذا الوقت بالضبط لأن أول عيد في جائحة كورونا يمر علينا هو هذا العيد عيد الفطر المبارك كل الأعيان التي عشناها جميعاً كنا نعيشها بسلوك معين بتقاليد معينة بإحياء الشعائر بطريقة معينة لكن الآن لابد لنا من خريط الطريق كيف نعيش أجواء هذا العيد صحيح أننا نستقبل هذا العيد بالفرح والسرور ونحاول أن نصنع البهجة والسرور والفرح في بيوتنا ولكن لابد أن نتكيف مع الظروف المفروضة علينا بهذا المرض حتى نتجنب الإصابات وتجنب ضحايا أكثر مما هو موجود في البيان تم التذكير في البداية بضرورة المواصلة في احترام الإجراءات الوقائية وهذا أمر واجب شرعاً لحفظ نفس البشرية وعدم إلقاء بالنفس البشرية إلى التهلكة ولا تلقوا بأنفسكم والتهلكة إن الله كان بكم رحمة تم التذكير أيضاً بالكثير من الأشياء التي كنا نمارسها في الأعياد في وقت مضى ولكن في هذا العيد لابد أن لا نمارسها وأن نستمر في احترام الإجراءات الوقائية من هذه الأمور التي كنا مثلاً نمارسها قبل أو في الأعياد السابقة كنا نتزاور كنا نتغافر كنا نتصفح كنا نصنع مثلاً أشياء تهدى لغيرنا كنا نشتري الملابس الجديدة كنا نبعث بأبنائنا إلى الحدائق العامة ونبعث بهم إلى أن يختلطوا ببعضهم والبعض من أجل أن تزداد البهجة والسرور وفرح ولكن هذه المرة كل هذه الأشياء لن تكون من الظواهر أيضاً التي كانت من قبل أن الناس تتبرك بليالي العيد والعشر الأواخر ويكون فيه ختان جماعي ولكن هذه المرة لابد أن نتجنب هذه العادة في الحقيقة الختان كما جاء في البيان هو سنة من سنة فطرة أقرتها سنة نبوية إذن هو أمر مشروع ولكن إيقاعها وفعلها في ليلة أو عشية العيد هذه عادة اجتماعية ليست من الدين في شيء إذا كانت عادة اجتماعية من قبل مقبولة لكن الآن غير مقبولة ندعو الجميع لعدم ممارسة وعدم مقيام بهذا الأمر يعني الختان الجماعي كما ندعو أيضاً الجميع أن لا يتزاوروا أن يتوقفوا عن الزيارات العائلية يكفي الآن عندنا وسائط التواصل الاجتماعي وعندنا الهاتف الجوال على الأقل نسأل عن أهلنا وأحبابنا وأصدقائنا نعم من طريق الهاتف وهذا يكفي إن شاء الله لأن نية المرء أبلغ من عمله فأنت قصدت بعملك هذا أن تغافره وأن تصله فإن شاء الله بالمكالمة الهاتفية أو بالرسالة أو بالشيء الذي تستطيعه إن شاء الله نيتك تبلغ وأجلك إن شاء الله عند ربي سبحانه وتعالى يكون كاملاً غير منقص إن شاء الله هناك نقطة أيضاً أخرى مهمة أشار إليها البيان بين لجنة الفتوى التحلي بروح التعاون بين المواطنين ومساعدة أيضاً مساعدة الأصل المحتاجة ومساعدة المحتاجين خاصة الآن في هذه الفترة واغتنام فرصة أيضاً العيد المبارك وحتى في هذه الجائحة ظهر فيه الآن ناس لم يكن محتاجة أصبحت محتاجة بسبب هذه الجائحة وهي فرصة الآن أيضاً أجل مدية الخير ربما البيان أشار إلى تعاونين اثنين التعاون الأول هو أن نتعاون مع القائمين على احترام ظروف الحجر الصحي لابد أن نتعاون جميعاً حتى نتفادى خصائر أكثر وحتى نتفادى إصابات أكثر التعاون الثاني في الحقيقة كما قلت ظهرت ممكن الحاجة عند الكثيرين الذين توقفوا عن العمل بسبب الحجر الصحي فلابد فيجب على كل واحد مننا أن يتلمس قريبه يتلمس أخاه يتلمس جاره وحدي سقسي جاره ممكن مش خدام ما كنتش أن سقسي جاره من قبل لكن الآن سقسيه إذا عرفتم مش خدام منين يكون عنده المدخول منين يفرح ولاده فالآن لا بد أن نسأل عن بعضنا البعض ولا بد أن نكون كالأشعاريين الذي قال عليهم سيدنا رسول الله عليه وسلم وربيهم النموذج والمثال أن الأشعاريين كما يكون واحد عنده شيء من الأكل يدعو كامل أهله من أجل أن يأكلوا تلك الطعم التي يمتلكها الواحد يتقاسمون ما بينهم فالناس بين أهلهم وجيرانهم يحاولون أن يعيشوا هذه السعادة نحن نقول بأن هذا المرض ما نخلوه شيء يتغلب علينا ويأخذ ويسرق منا السعادة والبهجة والسر بل نحاول أن نصنع نحن هذه السعادة ونصنع هذه البهجة ونصنع هذه السر نصنعها في بيوتنا ونصنعها أيضا بمساعدة غيرنا أهلنا وجيراننا وإخواننا اللي ما راهم مش خدامين في هذا الظرف العصيب أكيد إذن نعود إلى ملفنا للنقاش المقرأة الإلكترونية وبنك الفتاوى تطبيقا لتعلم دين حنيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي زمن الجائحة تطبيقا ترفع من الثقافة الدينية بعد غلق المساجد محور آخر أقمنت وزارة الشؤون الدينية ولوقاف حتمية لمواكبة مختلف التطورات الآن سيد الكريم لو نوضح الصورة أكثر لمشاهد الكريم حتى يعرف هذه التطبيقات تطبيق المقرأة الإلكترونية وأيضا بنك الفتاوى نعم فيها المقرأة الإلكترونية فيها بنك الفتاوى وفيها أيضا تطبيق آخر وسمه فتاوى علماء الجزائر وفيها أخرى ما هو ظهرت الحاجة بعد إفرازات هذه الجائحة الناس كلهم في البيوت أبواب المساجد أغلقت المدارس القرآنية أيضا أغلقت الزوايا أيضا أغلقت إذن فلا بد من الاستجابة لحاجة الناس فيه ناس يريدون أن يسألوا عن انشغالتهم الدينية وأسئلتهم الدينية فيه ناس كانوا يحفظون القرآن الكريم قبل الجائحة والآن التزموا بيوتهم لا يجد الشيخ الذي قرأ عليه القرآن الكريم ولا الذي يسمع أمامه المحفوظ ولا الذي يتعلم أيضا عليه أحكام التلاوة فجاء توجيه مع علي وزير الشؤون الدينية والأوقاف الذي قال بأنه ينبغي أن نستغل هذه التطبيقات وهذه التقنيات الحديثة وتكنولوجيا الحديثة من أجل أن يستفيد الإنسان من بيته من كل هذه الخدمات يعني بمعنى آخر أن المسجد أغلق ولكن رسالته ممتدة المدرسة القرآنية أغلقت ولكن التعليم القرآني لم يتوقف فجاءت المقرأة الإلكترونية المقرأة الإلكترونية موجودة في موقع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لكل من يريد أن يستفيد من هذه الخدمة فما عليه إلا الدخول إلى موقع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف سيجد فيها المقرأة الإلكترونية المقرأة الإلكترونية مؤطرة بستين مقرأة مجازن بين المقرئين والمقرئات فيه تلاثين مقرئة وثلاثين مقرئة حتى نفتح المجال للذكور ويساعدوا عندها في تصحيح الأخطاء أو الأحكام نعم هو فيه توقيت زمني يبدأ عمل المقرأة من ساعة التسعة الصباح إلى عيد الساعة السادسة مساء الذي يريد أن يستفيد من هذه الخدمة يختار الشيخ الذي يريده أو تختار المتصلة القارئة التي تريدها فالذي يحفظ القرآن الكريم كان يحفظ القرآن الكريم في المدهس القرآنية والزاوية أو في المسجد أو في بيته الآن توقف أو مع الشيخ يعني الآن أغرقت كل هذه الوسال بيستطيع أن يختار الشيخ الذي يسمعه محفوظه ويقوله رك حافظ رك حافظ ويستطيع أن يختار حافظ أحكام مرتب الأحكام نعم الأمر الآخر الذي يريد أن يتعلم فقط الأحكام فهو يتصر ويقرأ ولو من المصحف الشريف ويتعلم عنه الأحكام ويصحح أيضا قراءته للقرآن الكريم هذا ما تعلق بالمقرأة ولدينا إلى غاية أمس لدينا أزيد من أربع لاف اتصال في المقرأة منذ بداية شهر رمضان من ثمانية وربعين ولاية لدينا أيضا اتصال من سبع دول من أندونيسيا من تركيا من المغرب من تونس من كندا كل هؤلاء يتصلون بالمشايخ المقرأة الآن في البداية بدأت وكان فيه متصلين لكن الآن أصبح لها جمهور يعني كان بعض لرهم ملتزم مع الشيخ في وقت معين شكلت جمهور من داخل ومن خارج الوطن يتصلون بهذه المقرأة المباشر سيد الكريم فيما يخص في ظل جائحة كورونا وتوجيهات وزارة شؤون الدينية والأوقاف أيضا هكذا تصلى صلاة العيد ماذا يمكن أن تضيف لنا والله ليس بودي إلا أن أشكركم على هذه المبادرة التعليمية التي لا يكتفى فيها فقط بمجرد الكلام والحديث عن كفية صلاة العيد ولكنها صورات تجسيدية من طرف الإمام شيخ بحري بشير فمبادرة قيمة جدا ما نريد أن نذكر به فقط هو أن يوم العيد هو يوم فرح فلنصنع هذا الفرح في بيوتنا ومع من حوالينا بتفقدهم يعني اللي محتاج على الأقل من خلوش ولادهم ما يرفعوش في هذا اليوم إلا فكنت جهات واردة في هذا البيان جميل أعود إلى أيضا نقطة أخرى مهمة أيضا كنت طلقت فيها مع الفضيات الشيخ بشير بحري فيما يخص تطبيقاتكم أيضا فيما يخص بنك الفتاوى وفتاوى علماء الجزائر لأنه في العديد من الأسئلة خاصة في هذه الفترة في شهر رمضان المبارك ومع جائحة كورونا التطبيق جاء في وقتهم كما نقول يعني بالعامية ماذا يمكن أن يجد فيها الآن المواطن الجزائري وكيف يمكن له أن يتعامل معه كيف يمكن أن يطرح السؤال كيف تأتي الإجابة وإذا سمحت لي أعطيتني شوية وقت أرجع إلى الحديث عن المقرأة تفضل هذا كلام أريد أن أقوله أيضا في طال الحديث عن هذه المقرأة ثم أتحدث عن بنك الفتاوى لما تحدثت عن هذه المقرأة الإلكترونية وقلت فيها ستين مؤطر وهؤلاء المؤطرين كلهم مجازون في القراءات منهم من هو مجاز في القراءات العشر الحقيقة ما هذا إلا تتويج للجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر في مجال العناية بعلم القراءات أنت تعرف أستاذي بأن علم القراءات كان مزدهرا جدا قبل الاستعمال الفرنسي في تلك المرحلة علم القراءات كان مزدهرا في شمال في إفريقيا أكثر من أي بلد آخر كان فيها ابن خلدون يتحدث عن أبي العباس الزواوي في المجلد الخامس من تاريخه يقول بأن الذين أخذ عنهم علم القراءات هو أبو العباس الزواوي أبو القاسم الهذلي الذي سافر إلى الهند والسند ومصر شرقا وغربا وأخذ عن أكثر من 300 شيخ وهو ذلي بسكري فهذا من الأعلام الكبار وترجم له الإمام الذهبي في كتابه الأعلام الكبار ترجم له أو القراءة الكبار ترجم له لأنه من كبار أعلام القراءات لا ننسى الوهراني المغراوي وغيرهم كثر من العلماء من الحذاق والمبرزين في علم القراءات صحيح بعض الاستعمال الفرنسي تراجع الاهتمام بعلم القراءات ولكن بعد الاستقلال وإلى وقت قريب كنا نبحث عن مجاز في علم القراءات قل ما نجده لكن الآن عندنا مجازين كثر هؤلاء أحسن دليل اليوم رأي تجرى مسابقة للذين شرفوا الجزائر في أكثر من 15 دولة في المحافل الدولية في أقل من 10 سنوات عندنا 33 متسابق دولي وفائز دولي حين خرجوا إن شاء الله في الأيام القليلة المقبلة فائز الفائزين من هؤلاء الذين مثلوا الجزائر في القراءات يعني الحال الحمد لله بلدنا غنية بهؤلاء المجازين بعلم القراءات وفيه اهتمام كبير بالقراءات والإجازة في علم القراءات بالنسبة لتطبيقات الأخرى المتعلقة بالفتوى فيه أولا بنك الفتاوى فيه بنك الفتاوى وفيه الفتوى الإلكترونية بنك الفتاوى هي مجموعة من الفتاوى التي أصدرتها اللجنة الوزارية الإفتاة موجودة في موقع وزارة شؤون دينية والأوقف عندما يدخل الإنسان الذي يريد أن يستفيد من الفتاوى في كل الأبواب بنك الفتاوى في موقع الوزارة توجد فيه كل الأبواب العبادات والمعاملات كل الأبواب يبحث عن السؤال الذي يتباضل إلى ذهنه يبحث إذا كانت موجودة الإجابة التعوى يأخذ تلك الإجابة إذا لم يكن موجودة له خانة أخرى يطرح من خلالها السؤال والتفاعل مستمر والإجابة في حينها أحيانا ما أقول في حينها نظرا لكثرة الأسئلة يقول يعني في يوم في يومين في ثلاثة أربع يام تقريبا أقصى التقدير معه بنك الفتاوى يجد إجابة يجد إجابة يجد الإجابة ولأن الموقع الإلكتروني لا يستعمله ربما الكثير من الناس الآن الإنسان عن طريق الجوال يحب يستعمل التطبيقات فظهرت أطلقات وزارة شؤون دينية والأوقاف قبل أسبوع فقط أطلقت ما يسمى بتطبيق فتاوى علماء الجزائر هذا التطبيق الهام جدا الذي توجد فيه أحكام الصيام وفتاوى الصيام فيه 260 فتوى كلها تتعلق بصيام هذا التطبيق ينزل عن طريق الجوال عن طريق الهاتف النقل الذي لا يجد الإجابة عن السؤال الذي يبحث عنه يطرح سؤاله في ثلاث أيام أصبح لدينا أزيد من ألف سؤال في ثلاثة أيام عدد كبير من هذه الأسئلة فإن شاء الله المشايخ يجيبون عنها اتباعا فيه شبكة من المشايخ ومن المجالس العلمية والرجل الوزرية للفتوى كلها عاكفة على إجابة المواطنين عن طريق هذه الأسئلة التي تريدو عن طريق هذا التطبيق الإلكتروني المسمى بفتاوى علماء الجزائر يؤدي عدة غايات الغاية الأولى هو أنه يستجيب للانشغالات الدينية والأسئلة الدينية المحافظة أيضا على المرجعية الدينية والمحافظة أيضا على المرجعية الدينية الوطنية أكيد كما قلت أيضا قبل قليل تطبيقات ترفع من التقافة الدينية خاصة بعد غلق المساجد غلق المساجد ليس معناته أنه انتهى دور المسجد وليس المسجد وإنما رسالته ودوره يبقى مستمر وتطبيقات من هذا النوع أكيد تساعد وتساهم في رفع التقافة الدينية عند المواطن بالنظر إلى هكذا تطبيقات ونجاحها الآن وعمليتها خاصة رقمنات وزارة شؤون الدينية والأوقاف الآن أصبحت أكثر من حتمية على غرار مختلف القطاعات نعم على غرار مختلف القطاعات الرقمنات أصبحت أكثر من حتمية وإن كنا نحن في وزارة شؤون الدينية والأوقاف قد شرعنا ونحن من القطاعات المتقدمة في هذا المجال وهذا بشحادة معظم القطاعات وفيها الحمد لله مشروع يعني للرقمنا ولإحداث الشبكة البينية هذه الشبكة البينية التي تربط قطاعنا بالمصالح اللامركزية وكذلك تسهل الخدمات التي نقدمها للمواطنين نعفل المواطن من التنقل كل هذا وهناك بعض الأعمال التي أمجزت في مجال الرقمنا وهناك أعمال أخرى نحن إن شاء الله في إطار تجسيد هذا المشروع حينما يكتمل مشروع الرقمنا في الحقيقة سيسهل كثيرا عملية التواصل بيننا وبين الجميع إن شاء الله ونتمنى لكم التوفيق شكرا جزيلا لك أستاذ محمد عز وجل مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني وزارة شؤون الدينية والأوقاف يوجدك معنا اليوم على كل هذه التوضيحات أيضا التي قدمتها شكرا لك ولطاقم العامل معك ولقناة النهار على هذه الفرصة التي منعتها لنا من أجل أن نقدم هذه التوضيحات شكرا شكرا لك